من القاهرة ينضم إلينا محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي أهلا بك معنا سيد محمد موقف المشير خليفة حفتر من المبعوث الأممي إلى أي مدى سيؤثر هذا الموقف على الأوضاع في ليبيا في هذه الظروف؟ أهلا وسهلا جاءت تصريحات المشير خليفة حفتر تصريحات استنائية لصحيفة لوجرنان دو ديمانش الفرنسية الحقيقة هي تركزت باختصار شديد جدا في سبع نقاط أوضحها فيها المشير خليفة حفتر رؤية الأوضاع الحالية في ليبيا ثم سقاطا على ذلك بالتفصيل ما قاله عن غسان سلامة تحديدا أولا أشار المشير خليفة حفتر أن العمليات العسكرية لم تنطلق في طرابلس إلا بعد خوض ستة جولات من مفاوضات بقت بالفشل مع فايز السراج ثانيا قال أنه تضح في آخر اللقاء مع فايز السراج بأنه ليملك زمام أبري في اتخاذ القائرات نتيجة لسيطرة الميليشيات والعصابات عليه ثالثا أشهد بأن الحوار والحل السياسي هو هدف غاية يمكن تراجع عنه ولكن بعد القضاء انهي على كافة التشكيلات المسلحة قال أن غسان سلامة أصبح وسيطا غير محايد وأصبح ملحازا لطرف الميليشيات من ضوية تحت الوفاق وأصبح يدلي بتصريحات غير مسؤولة أيضا في النقطة الخامسة أشار إلى الدور المتزايد والمتفاقم لدعم قطر وتركيا للميليشيات المسلحة وفي الفقرة السادسة أشار بأن وحدة ليبيا ووحدة طرابها وأراضيها هي مهمة مقدسة للقوات المسلحة العربية الليبية ولا هو بشكل شخصي سابعا أشار إلى أن كل من يلقي السلاح من العصابات الإجرائمية هو في حل من ذلك فيما يتعلق بغسان سلامة نعم سيدي نعم لماذا هذه التصريحات الآن مع استمرار العملية العسكرية في طرابلس موقف الأمم المتحدة كيف سيكون خلال المرحلة المقبلة بعد هذه التصريحات الحقيقة أتت هذه التصريحات بعد الجولة التي قام بها فائز السراج وبمقابل لها الزيارة التي قامت بها مشيخي الحفتر إلى فرنسا والزيارة مرتقبة إلى روسيا وكذلك بعد جلسة مجلسة الأمن الدولي التي تتأمت 21 مايو وهي الخامسة ولا تلمنتش عنها قرارات مباشرة وصارمة بإطلاق وقف النار أيضا مبداع في ذلك التفصيل حول المبعوت الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة أن إحطته التي تقدم بها بمجلس الأمن الدولي الحقيقة كانت صادمة لكل الليبيين ولكل المتابعين لأشياء الليبي حيث لم يتطرق بأي شكل من الأشكال إلى الدعم المباشر وتسمية الدول التي قامت بالدعم المباشر وخرق للاتفاقات الدولية وحضر توريد السرع على ليبيا وكذلك تدخل في أشياء داخل ليبي متمثلا في تركيا وقطر لا ننسى أن غسان سلامة في تصريح له في جولته الأوروبية في يوم سيد محمد ختاما في ضد ما أشرت إليه هل يمكن الحديث عن حل سياسي لما يجري على الأرض في ليبيا نعم الحل السياسي هو الحتمي وهو ما يريده الليبيين ولكن هذا لا يتمكن ويتأتى إلا بالقضاء على العصابات المسلحة التي ترجو وتعطل وتتمهى في إقرار الحل السياسي منها المتعلقات المتأخرة في الاتفاق السياسي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مستحقة منذ شهر ثلاثة في إمارة 2016 نعم تفضل سيد أشكرك جزيل الشكر محمد الأسمر المحلل السياسي اللي بي كنت معنا مباشرة من القاهرة الشكر محمد الأسمر المحلل السياسي